في خطوة لافتة في توقيتها أحدثت نقاشاً إسرائيلياً ما بين كونها صفقة بين روسيا وإسرائيل أو بادرة حسنينية أطلقت السلطات الإسرائيلية سرح مواطنين سوريين أمنيين من سجونها بعد استعادة رفاة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الجيش الإسرائيلي أعلن أن السجينين المفرج عنهما سلما إلى الصليب الأحمر في معبر القنيطرة في الجولان والإثنان هما زيدان طويل الذي أدين 11 سنة بقضية تهريب مخدرات عام 2008 وخميس أحمد المداني بتهمة التسلل لمواقع للجيش الإسرائيلي بهدف القيام بعملية لصالح حركة فتح عام 2005 ومحكوم عليه حتى عام 2023 إخلاء سبيل السجينين أثار التساؤلات في الداخل الإسرائيلي خصوصا أن خطوة كهذه ينبغي أن تحصل على موافقة الحكومة إذا جاءت لاعتبارات دبلوماسية وكانت تقارير ذكرت أن إسرائيل بدأت خطوات الإفراج عن الأسيرين قبل أسابيع حين صدق المستشار القضائي للحكومة على القرار ولا تزال إسرائيل تنتظر استعادة رفات الجنديين الآخرين الذين فقدوا مع باوميل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 في حين يبقى ملف الأسرى الأمنيين يشهد صراعا إسرائيليا داخليا في كل ما يتعلق بصفقات الأسرى وهذا ما يؤجج معارضة الإسرائيليين لأي قرار يقضي بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين أو عرب